وينضم إلينا من القاهرة محمد الأصمر مدير مركز الأمة الليبية للدراسات الاستراتيجية سيد محمد لأي درجة ما يدور عن هذه أو ما يروى عن هذه الطائرة الأمريكية المصيرة يكشف حقيقة الوجود الأمريكي من طرف والروسي من طرف وعلى الأرض في ليبيا مرحبا هو قبل كل شيء فإن التصريحات التي أوردتها قائد الأفريكوم ستيفن تونسيند بهذا الخصوص إلى حد الآن لا تلزم القوات المسلحة العربية الليبية بأي التزام أخلال تضامني فيما يتعلق بعمليات الأفريكوم الدور الأمريكي هنا يأتي في إطار القوة الأمريكية التي تمارس مكافحة الإرهاب وشهدت عمليات في جنوب ليبيا خاصة في مرزق وتم الإعلان عنها والتضامن الجهات المختصة الليبية في ذلك إنما ورده التصريح أن المشاغلين إما يكونوا متعاقدين روس أو من القوات الليبية إلى الآن لا يطفي أي مسؤولية تضامنية على القوات المسلحة ولكن إلى اليوم فإن هذا التصريح هل تقصد سيد محمد أنه لا دليل على هذه التصريحات؟ هل ترغب في قول هذا؟ نعم لأنه في التصريح إما المشاغلين هو أورد في التصريح أن من قام بتشغيل المنظومة لم يكن يعلم هوية هذه أو عناصر من الجيش هذا ما ورد في التصريحات نعم هو المهم في الموضوع أن المشاغلين إما متعاقدين روس أو من الجيش الليبي إلى حد الآن لا دليل تابت عند القيادة الأفريكوم أو الجهات الأمريكية على من هذه الجهة المشغلة؟ هذا من ناحية ولكن تابت يقينا لديهم ألا علم لديهم الذي يتم الإعلام عن هوية هذه الطائرة بالتالي المسؤولية التضامنية هنا في الأجواء الليبية تسقط بالاتهام هم فقط الآن يتمسكون بتسليم حطام الطائرة ولكن الجدل القائم هنا يجب أن نعرف أن اليوم في التصريح الذي أورده ستيفن تاونسند لرويرتز وأوضح فيه أن هذه الطائرة أسقط يوم 21 نوفمبر هذا التاريخ بهم جدا لأنه سابقا تم الإعلان عنها يوم الثالث والعشرون وتم الإعلان أن الطائرة الأفريكوم اختفت في الأجواء الليبية ولم يتم الإعلان عن إصابتها بمنظومة دفاع جوي إلا اليوم يذكر أن الطائرة الإيطالية سقطت بدات التاريخ الطائرة المسيرة التي قالت وزارة الدفاع الإيطالية أنها في إطار عملية البحر الآمن وإلى حد الآن لا نعرف تزامر التاريخ المقصود يا سيد محمد أنت كاليبي كيف تقرأ هذه المشاهد هذه الطائرات المسيرة إما أن تكون إيطالية أو حتى أمريكية أو غيرها من البلدان ما الذي تراه كاليبي في مثل هذه الأمور وهل على أثر سقوط هذه الطائرة الأمريكية المسيرة ربما حالة توطر أو تصعيد بين الطرفين الروسي والأمريكي وعلى الأرض أيضا في ليبيا نعم الموضوع من شقين أول الأجواء الليبية منذ عام 2011 هي مستباحة بذريعة القرارين 1970 و1973 كما استبيحت أيضا بضع هذه القرارات المياه الإقليمية الليبية من العملية صوفيا والبحر الآمن وضمن البركيس الأوروبي هذا من ناحية من ناحية ثانية فإنه بطبيعة الحال السجال الروسي الأمريكي في كل مناطق الصراع خاصة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط يجب أن يكون بهذا السياق رغم أن تناغم من حدثه في مرة واحدة في اجتماع مجلس الأمن في التاسع عشر من أبريل عندما تقدمت بريطانيا بمشروع إدانة للعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة العربية الليبية ولكن الآن لا يخف على أحد أن الأجواء الليبية هي مسلحة عمليات المنطقة رغم أن القوات المسلحة العربية الليبية قد أعلنت أن المنطقة الغربية من ليبيا هي منطقة عمليات عسكرية وإعلان الحضر الجوي في الثالث والعشرون من نوفمبر شكرا جزيلا ضيفنا من القاهرة محمد الأصمر مدير مركز الأمة الليبية للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا سيد محمد على كل ما تفضلت به شكرا جزيلا بكم شكرا جزيلا بكم شكرا جزيلا بكم اشتركوا في القناة